السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطباق وصفتي بلا ما الضغطي راسك أختي شهر رمضان معروف بالكرام والجود والضيافة لهذا سنقترح لك هذا الوصفة اللي ستحمر لك وجهك قدم ضيوفك وصفة اللي سهلة سريعة تحضر دياله وأهم حاجة المكونات دياله بساطين وكما تعودنا منصاش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ودبخ لكم مع المقادير وكيفية تحضر بسم الله على بركة الله كمكونات ديال الوصفة ديال لي ومشاء الله غنحتاجوا فيها أربعة ديال الكؤوس ديال الدقيق القياس كس العنبان اللي هي أربعمائس قرام وكذلك غنحتاج للجوج ديال الكؤوس ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب اللي هي مئسين وخمسين قرام كما كان عارفوه بنسبة السميد كيكون تقال من دقيق الملح كتقال حسب الدوق ملعقة كبيرة ديال السكر وكيس ديال السكر فانيلا وكندمجوا النواشف مع بعضهم بحيث كيندمجوا وغنضيفوا باقي المكونات اللي هي ثلاثة ديال القطع ديال جوب المتلات حولوها كيا تستخدموا الجوب اللي كيكون كريمي يعني ما كيكونش كيا بحيث جبن كيكونك كيا منيك الضوط ولا كالقواه كريمي وملعقة كبيرة ديال الخاميرات الخوفز والا الخاميرات الفورية مع ملعقة كبيرة ديال الخل وكنعجنوا العجينة ديالنا بالماء يكون دافي كنضيفوا شوية على الخميرات وكندبلوا ذاك القطع ديال جوبن وكنكمله بالعجن حاولوها كيات ضيفو الما غير شوية بشوية انتم كتاحجنو في الجينة ديالكم. لاحظوا معين بعد ما كنجمعوه الجينة كتكون هكاية واحد الجينة اللي رخوة شي شوية يعني ما شقاس حصلبا ولكن رخوة غير شوية بحالي شكل. هذه المرحلة هاذي كنضيفو غير قطرة ديال ما وكنحاولوها كين دلك الي جينة ديالنا شي شوية ولا كنديوها نجيبوها بحالي شكل الهدايا. وحنا غير كنضيفو الماء غير شوية بشوية. باش هكيا داك الفينو. ولا داك الساميد كيرطب معنا. وبصراحة بالنسبة للعجينة مني كدلكوا شي شوية يعني كترخى وكترطب معكم وكتجي افضل يعني كيبقى على حسب كل نوعية ديال الفطائر كين اللي كتبغيها كيا شوية دليك وكين اللي كتبغيها كيا غير تجمع المهم حاولوها كي يضيفو الماء غير شوية بشوية. في الاخر بغينا نحصلوها كيا على واحد العجينة اللي كتكون رطبا ورخوة يعني العجينة كتكون كي رطيطبا ورخوة يعني خفاف من العجينة ديال المسمين يعني كتكون هكيا رطيطبا القوام ديالها رابعين بالنسبة لكمية ديال ما دخلت جوج ديال الكوس والكستالة تقريبا منه 4 كاس يعني كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق ديالكم وكذلك الساميد العجينة ستكون رخوة. وكنغطي العجينة ديالنا بقطعة ديال بلاستيك وغنخليها ترتاح لمدة عشرة ديال دقايق بنسبة لها العجينة هادي ما كتحتاج تختامها فقط كترتاح وكنقسموها لثمانية ديال القطاع بحالي هشكل هدايا كل مرة حاولوها كالعجينة ديالكم تغطيوها وتخليها ترتاح باش منيجوا تصرحوها تصرح معكم. وغنضوزو نحضروا الخالي ديالنا اللي غنحتاجوا فيه كس ديال دقيق اللي هي مية جرام اربع ملاعق كبيرة ديال السكر مع كيس ديال السكر بانيلا من موزن سبعة جرام قبيصة ديال الملح كندمجوا النواشيف وكنضيف عليهم جوج ديال ملاعق ديال الزبدة يمكن لكم استخدمو زبدة حيوانية ولا نباتية غير هي ما استخدموش الزبدة ديال الطاصة اللي كتكون خفيفة كنحاولوها كي ندمجوا المكونات مزيان مع بعضهم بحيس كي كتضغطوا على الدقيق وكتلقوها كي مكتل بحالي هشكل هدايا وفي هدل المرحلة هادي غنحتاجو الكسكاس والطنجرة ديال البخار بحالي شكل هدايا غنوضعوها كيفشي زليفة وبلفشي قيناء بحيس كي بقاكي الكسكاس مهزوز وكنجيبو الخليط اللي حضرناه وكنبدوها كي نوضعوها في الكسكاس بحالي شكل هدايا وكنحركوها كي بليد ديالنا بشكل دائري كي ما بين معاكم الصورة باش هكي دك الحبيبات كي هبطو على شكل ها كي كويرات يعني كي بحال كسكسو المهم لاحظوا معايا غنوريكم بالنسبة لك الكويرات كي هبطوها كي مفرورين وكيتكور معانا الخليط وكي ولي ها كي الشكل دياله بحال كسكسو ارقيق بحال هشكل بنفس الطريقة غاستامرة بصراحة بالنسبة لهاد الكسكاس يعني كي سهل علينا هاد العملية هادي وبالنسبة لهاد الخليط هدا في الاخير بغينا ها كي يكون مكور شي شوية لهذا يمكن لكم استخدمو الكسكاس كي مدر تانية ولا استخدمو بصيار مهم كما كان عارفو بالنسبة لبصيار يعني قليل اللي كيتوفر عليه له لهذا انا حاولت نشارك معكم الفكرة بالكسكاس وفي الاخير بغينا هكي كي ما اذكرت لكم هاد الخليط هداية يتكور معانا بحيط كنحصلوها كي علي حبيبات اللي كيكونوا بحال كسكسو رقيقة وفي الاخير كي ما اذكرت لكم كي يبقى على حسب متوفر لكن عندكم هكي البصيار يمكن لكم حتى هو استخدموه بنص طريقة غا نستعمر كنخبطو غير بشوية غير انا مزربها كي اللقطة باش ميجيكمش الفيديو طويل وصافي لاحظوا معين بعد ما كملت الكمية اللي عندي كاملة خرج رمبك التوقوب ديال كسكاس هدا هو الخليط ديالنا صبح جاهز هنا يا غا نخلي وهي على جناب او غا ندوز ان شاء الله للجينة اللي كتكون ارتاحة على بركة الله في المرحلة هادي غا نحتاج ربع كاس ديال زيت نباتي مع ربع كاس ديال زبدة المدابة كنضيف لم آآ ملعقة صغيرة قال اربع ديال خاملات الحلويات هدا هو الخليط اللي غا نورقه به ان شاء الله العجينة ديالنا يمكن لكم اكيد تسرحوا بح شوية ديال زيت نباتي يعني كتدهنوا السطح ديال العمال ومن بعد اني كتسرحوا القطعة كتضيفو شوي يد هاد الخالط يعني ممتك الترش غير قطارات قليلة كما كتلاحظو معاي ومع رشة ديال الفينو يعني نفس اللي عجلنا به وكان طوي والعجين ديالنا بحالة اشكل هدايا هاكيا بحال شي مسمنا يعني على ثلاثة فطريقارة سهلة احتى ندوزو على الحبات كاملين بنفس الطريقة كنخليوما كيرتاحو على جانب ومن بعد كنبدو من القطعة اللي صرحناها وكان حاولو هاكيا نمدوها شي شوية ولا نصرحوها وكلفوها بها الطريقة هادي حاولوها كيا تخليو ليديالكم مرخوف وانتم كتلفو بنفس طريقة كنرجعو وكان نجمعوهم بحالة شكل هدايا وكل مرة كتخليو اللي جينا ديالكم ترتاح باش كتصرح معاكم على بركتي الله احنا يا غنبدو نصرحو في المخيم رادينا كنحاولوها كيا مرقوهمش بزاف لاحظو معاي السنك ديالهم وكان وضعوهم اكيا في الطاوة ودك الزبدة اللي كتبقى لنا مع الزيت ستندهنوا باكل وجه ديال الخيمرات ديالنا لهذا كما ذكرت لكم مات كتروش الزبدة دك ربع كاس يعني كيسرح النا الكمية كاملة وكذلك كيبقى باش كندهنوا به من الفوق يعني مات كتروش الكمية غير كتورقوا غير شي شوية وكنجيبو دك الخاليط اللي حضرناه اللي كيكون اكي الحبيبات دياله بحي الكسكسو كنديروها كيا من الفوق ولها بصراحة كيعطيها كيا واحد الماطق اللي يزوين بزاف وكذلك واحد طبقة اللي كاتجي راقياها كياتزينوا بها المخامرات ديالكم وفي نفس الوقت يعني كيخلي هكيا المخامرات ديالكم كتجي دك الطبقة الخارجية ديالهم مقرمشة بصراحة كييجوا مميزين كنوا اكيدين اللي جربتوهم غاي عجبوكم بزاف لانهم مختلفين وفي نفس الوقت احتها الماطق ديالهم كيجيزوين في حالتك كي لابقى لكم شوية مهد خالط هدايا كتديروها كيبشي طويسة وكتحطوه في تلاجة غير في الجهات التانية كيبقات قريبا واحد عشرين يوم ما كيخسر موالو وكترجعو يعني تحضرو به مرة اخرى كما يمكن لكم ديرو غير يعني غير نص الكمية اللي بغيتوها كي ما تكثروش كنجيبوها كسكين وكنحاولوها كيا انقسموهم بحالي اشكال هدايا ولكن رشطهم كما يمكن لكم تخليهم كما هما انا هنا بغيت نعطيهم هاد الزخرة في هادي بصراحة كتجيزوينة وده بان شاء الله هندخلهم الفراء اللي كيكون عنا مسخن من قبل كنشعلوه من تحت ومن لفوق وكنخليهون مدة عشر ديال دقايق الشوعلات تحتانية كتكون اكيمة وسطة والفقانية كتكون مهيلة من بعد ما كتمر عشر ديال دقايق كنطفوعلهم من لفوق وكنخليهم حتى كيتحمروا من جهة ديال اسفل وكنهابطوهم يدهبوا لاحظوا معي كيفاش كيجيو بصراحة كيجيو وقيمة في الراوعة كيما ذكرتلكم داك الطبقة الخارجية كتجي هكي مقرمشة وكيجو هكي شاشين وكي دوبوا وغرب بحدهم وفي نفس الوقت كيجو مورقا من الداخل اما بالنسبة لما ضعق وخانعية ما شكر لكم حتى غيرتجربوهم عدد حكم عليهم لانهم فعلا كيجيو لدات بزات كيجو هكي اخفافين يمكن لكم كيتحضرهم الفطور مع المغرب ولا هكي السحور كيجو رائعين مع كويس ديالتي ولا كويس ديال القهوة ولا حضرتهم تكلهم الصحة والراحة والبشركم مبروكة